اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المدلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الاولمبية البحرينية بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة والتي تمتد الى اكثر من مئتين عام مؤكدا سمو ان العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تطورات ايجابية في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الرياضي جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بسفير البريطاني السيد سايمون مارتن بمكتب سموه بقصر الوادي وقد تبادل سموه مع السفير الاحاديثة حول ما وصلت اليه رياضة فنون القتال المختلطة من تقدم واضح بمملكة البحرين وبريطانيا وتطرق سموه خلال اللقاء الى السبل الداعمة لتطوير هذه الرياضة في البلدين وامكانية تبادل الخبرات وتنظيم واقامة الفعاليات والبرامج التي من شأنها ان تنعكس على تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بهذه اللعبة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وجهنا باقامة بطولة القتال الشجاع بريف بالعاصمة البريطانية لندن يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري كخطوة اتخذناها لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين بقطاع الرياضة من بوابة لعبة فنون القتال المختلطة مبينا سموهن تنظيم البطولة في لندن سيكسبها المزيد من النجاح نظرا لما تتمتع به بريطانيا من اهتمام كبير بهذه الرياضة كونها من اوائل الدول بالعالم التي احتضنت ودعمت لعبة فنون القتال المختلطة حيث كان لذلك انعكاسته الواضحة على ما حققته بريطانيا من نجاحات واسعة في هذه الرياضة ومن جانبه ثمن السفير البريطاني السيد سايمون مارتن الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لدعم العلاقات البحرينية البريطانية وبخاصة على صعيد الحراك الرياضي مرحبا باقامة بطولة القتال الشجاع بريف 24 في العاصمة لندن والتي سيكون لها انعكاساتها الواضحة على تطور رياضة فنون القتال المختلطة في البلدين موضحانا ان هذه البطولة التي اسسها سمو كعلامة رياضية بحرينية قد استطاعت ان تثبت جدارتها على مستوى بطولات رياضة فنون القتال المختلطة والتي زادت من شعبيتها ومتابعينها على مستوى العالم والذي كان له الاثر الواضح في دعم التواجد البحريني القوي في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية مؤكدا ان بريطانيا ستسعى لتوفير الاجواء المثالية لانجاح هذا الحدث في لندن ترجمة نانسي قنقر